هو المشكلة العنف وبيبقى عندي مشكلة انحراف فلوكي للأطفال ده ناتج كتير عن التربية بيبقى بسبب الإهمال اللي بيتم من خلال البيت إن الأب والأمة غير مهتمين بالطفل بهوياته إيه الحاجات المفضلة بالنسبة له هل هم بيلعبوا معاه ولا بيشاركوا نشاطات اللي أمة بتشوفه خلال إن أنت تلعبي مع ابنك أو بنتك ممكن تقدري توصلي لشكل قدراته بالضبط الموهبة بتاعته هارف وعنده إيه ونميه دي تنمية مهارات بشكل سهل جدا والمهارات بتفرق في يعني مستوى التعلم عند الطفل إنه يمكن تلاقي أوليها أمور كتير في وسط المدرسة يتحدثوا عن إنه إحنا كلنا بنا نتلقى نفس التعليم لكن الفارق كبير بين مثلا ابني وبين باقي الطلبة صح هنا إيه المشكلة المشكلة إن أنا البيت هنا أس الصح فالحضانة كملت بقت شيء مكمل ولا أنا اعتمدت الاعتماد الكامل على الحضانة بس إن هي تلقن واتعلم ولازم أشوف الحضانة حاجة مهمة جدا إن أنا مش باعتمد على نظفة الحضانة بس فلازم إن أنا كلما أدخل أجيب ابني أو أشوفه ألاقي الدنيا كلها ستيبل جدا ونظيفة وما فيش أي حاجة ده غلط لازم ألاقي فيه أنشطة فيه ألوان وقعة فيه حاجات على هدومه أعرف كده إن هو بيتم تنمية مهاراته بشكل سليم بإيده بعينه بالحركة كل ده مهم عكس ما يلاقي الدنيا تمام والتيتشر هي اللي بتقوم بتعمل ده بنفسها أنا كده ما بناميش مهارات أنا بلقن الطفل بس وبحفظه فبالتالي النمو العقلي مش سليم هو بينمو بس نمو جسدي بينمو في العمر ولكن تنمية المهارات اللي هي مبنية على القدرات العقلية مش موجودة ودي صعبة جدا لازم أدخل ألاقي فيه أنشطة ده رقم واحد بغض النظر عن التعليم بس أنا ممكن أعلمه في البيت وأبدأ عرفه التميز بين الأشياء هو نفسه يعني سبحان الله ديها بالفترة بيبدأ أن هو الميزبع بين الليل والنهار الزكر والأنسة الأرقام بيبدأ أننا أشتغل معاه كل ده واجب الأم نفسها والأب في البيت وبعد كده دور الحضانة أن هي تنمي مهارات الطفل وتعزز قدراته لأن دي حاجة مهمة جدا ولازم نساعده عليها